عادت الارض لاصحابها واندثرت الميليشيا هذا هو الوصف المجمل للصورة في مديرية القراشية بمحافظة البيضاء فقد تمكنت المقاومة الشعبية من تحرير المديرية والسيطرة على مبنى ادارة الامن ومركزها الاداري مصادر ميدانية افادت بان السيطرة تمت اثر هجوم مباغة شنته المقاومة الشعبية وقتلت العشرات من عناصر الميليشيا واجبرت البقية منهم على الفرار والتراجع وتفيد الانباء الواردة من هناك ان الاشتباكات لا تزال مستمرة في مناطق الثعالب ونوفان عيشما شمال غربي المحافظ وتشهد البيضاء كغيرها من الجبهات تحركات عسكرية مكتفة خلال اليومين الاخيرين في خطوة يراها البعض انها مقدمة للعديد من الخطوات اللاحقة في مسار الحسم العسكري الذي بدأت حضوضه تتصاعد كخيار ناجع لحسم المعركة بعد ان بدأت الامال تتبدد بالخروج بحل من مفاوضات الكويت التي اتخذت منها الميليشيا وسيلة للمراوغة وكسب الوقت ليس الا موسيقى